موسيقى 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 كان من سابق نعمل سنة توظيف سنة ما فيش كان سابقا هكذا الآن التوجه اللي معنا المؤسسة بتفتح خانات جديدة نحن معنا هيكل جديد تم اعتماده وتم التنفيذه وأكيد في خانات جديدة بتفتح ترك الأمر لكل محافظة تعمل امتحانات قبول ومفاضلة من أبناء المحافظة طبعا الأخ المحافظ طرع عليه السؤال هذا علي الجماعة اللي بيخرجون من بيكون الوظائف من بيشترك فيها من بيدخل مفاضلة أكرت له أنه جميع المتقدمين للمفاضلة بيكونوا من أبناء حضر موت ما بنجيب حد من خارج المحافظة هو التوجيه ديها كالتالي إلغاء التعاقدات الحالية وعدم استحداث تعاقدات جديدة لكن هذا التوظيف توظيف بي نعلن عن وظائف بتتبنى هذا كلام مؤسسة عمل الاتصالات بنعلن عن وظائف بنعلن عن اختبارات قبول بنعلن عن مفاضلة بين الناس كلها الفرصة بتكون متاحة للجميع حاليا الوضع القايم كل الموظفي مؤسسة عمل الاتصالات في الجمهورية تصرف المؤسسة عمل الاتصالات نحن مؤسسة إيرادية الرواتب ندفعها من إيراداتنا ما العلاقة للجوانب السياسي أنا ما نداري ليش تنحو بالموضوع جانب سياسي الجانب مهني بحث نحن مؤسسة ذات استقلالية تامة ماليا وإداريا الآن هذين الأخرى المتعاقدين السلطة المحلية هذين بالمناسبة فرضوا علينا مش طلبناهم نحن ومش متعاقدين معنا كل الموظفين الرسمين الآن حاليا مع المؤسسة عمل الاتصالات هي المؤسسة عمل الاتصالات يترفع المستحقات حقهم فما هو معقول بتوظف موظفين جدول وبتقول أنه ما برفع الرواتب التوجيهات اللي جئت من المؤسسة عمل الاتصالات ومثل ما سلفت هو تعمين إلغاء إنهاء إنهاء حالات التعاقد تحت أي مسمى نحن عندنا ثلاث ثلاثة أنواع من المتعاقدين أو بالله صحبهم هم متعاقدين ربما بالجو في مجموعة تبع المؤسسة المؤسسة لحاجتها طلبتهم إدارة الفرع أنا قبل ما أجدنا كانوا موجودين وهذين منهم حوالي خمسة أشخاص ونحن نتابع من فترة طويلة ولا زلنا لن نستانع عنهم لأنه هذين من أكثر من 15 سنة هذين الخمسة الأوليين معانا بعدين عشر آخرين عن طريق المحافظ ولكن أيضا نحن نفعل المستحقات حقهم هذا اللي بيشملهم القرار ولكن نحن نحاول مع جهات السلطة ومع أي جهة أخرى أن نحن ما نرميهم في الأرض مثل ما أشار التقرير حقهم أنهم بيتردون مش طرد نحن حتى المتعاقلين عن طريق السلطة المحلية هو مش طرد مثل ما تفضلت في التقرير حقهم هو إعادة نقلهم إلى مواقع أخرى جابتهم السلطة إلى عندنا وبتشرهم السلطة إلى مرافق أخرى هذا بناء على مقترح وعلى رسال مني كمدير عامل التصالة أنه والله هذا اللي يشتغل معنا ما نرميهم في الأرض ولا نرميهم في الشارع طالبنا لأخر المحافظ المحافظ قال لي أوكي أنا بأخذ من أخرين شريطة أن اللي بيجون يكونوا من أبناء حضر موت وهذا كلام أنا أؤكده للجميع أنه الخانات اللي بتفتح والتوظيفات اللي بتفتح بتكون كلها لأبناء حضر موت نحن نهدف إلى رفض الاتصالات بكادر متعلم مؤهل وبفرصة متاحة للجميع لا يقولوا بعدين الناس والله دخلوا أبناهم لأنه الآن حتى حاليا المتعاقلين هذي أكثر من 90% فيهم أو 70% فيهم كلهم أبناء موظفين طبعا المواطنين اللي أخبروا ونحن وين التعميم شامل كل فروع مؤسسة الاتصالات بالجمهورية شامل إدارات العامة في الجمهور الناس لهم 20 سنة في صنعه قالوا مش رحة أنهوا الحالات التعاقد على الاعتبار بيتم فتح في وظائف جديدة خاضعة للمفاضلة الفرصة فيها متاحة للجميع هكذا كان هدف القرار مثل ما سلفنا حتى الآخر محافظ في البداية لما طرحت علي أنه والله جاءتنا توجيهات نحن بصرد توظيف ورفض المؤسسة بكادر هندس الجديد بكادر متعلم متسلح بالعلم وفرصة متاحة للجميع أول سؤال طرحه للأخر المحافظة علي لابد اللي بتجيبون نكونوا من أبناء حضرموت ما يقع ننزل أبناء حضرموت ونجيب ناس من حافظات أخرى فأكرت له على منسلية الشخصية حتى المتعاقدين الموظفين الجديد بيكونوا من أبناء حضرموت أكيد المحافظة الآن خسبنا فرصتين اللي كانوا متعاقدين معنا وزعناهم على مرافق أخرى وأضفنا فوق هذيلا يعني هذيلا رواتهم بتظل مستمرة وأضفنا لها خانات جديدة بيتم فتحها للمواطنين المتعاقدين هذيلا فرضوا علينا والسلطة المحلية ما كانت فرصة متاحة للجميع وبفتح لهم الفرصة ليرقوا المتحانات المفاضلة وأنا بأشعرهم لما نعلن عن الوظائف الجديدة بأشعرهم هذال على الاعتبار لهم أولوية أكيد نستغنى عن خدماتهم لكن بتتاح الفرصة للجميع أقول لك الآن هذيلا الموجودين أكثر من 70% هم أبناء الاتصالات وكأنه خلاص حكر لنا للوظائف وهذا قير صحيح لأنه ترك المجال لكل الخريجين كم لنا الخريجين الاتصالات بتوظفوا في عندنا في المؤسس من 2010 أو شي شفت فلان بتاح الفرصة للجميع وإن شاء الله تأمل لزمالاء أنه اللي كانوا معانا هنا يتقدموا للمتحانات ويوفقوا إن شاء الله فيها النقص مثل ما قلت لك أنا هو اللي جاءوا هذا المتعاقد عن سلطة المحلية ما هو هذا الطلب اللي نعلى طالبينه صحيح أنا أقول له ربما في مجال صيانة الخطوط هذا قال لهم أثار كبير 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 إنما بقيت المجالات يعني كما التراسل كما السنترال كما النيت كما هات عندنا الحمد لله كادر متميز والأمور الحمد لله مستمرة ما ذاك صحيح ربما نتأثر في مسأل صيانة الخطوط ونتأمن إن شاء الله أننا نتجاوز المرحلة هذه خلال الأيان القادمة الإصلاحات كلها عندنا كادر هندسي متميز أنا سبق في بقابلات أخرى ربما لا تكون معكم أشارك لأننا الحمد لله الفرع في كادر متميز جدا في مجال التراسل مجال السنترالات حتى القوة التكليف ويشهر بذلك أنه حتى لو حصل خلل فني بسرعة المهندسين يباشروا بإصلاحه ما قال حصل خلل وجلت فترة طويلة الحمد لله لأنه معنا كادر الحقيقة متميز وعدد إلى حد ما طبعا ما هو كافي كافي لكن نمشي أمورنا أنا ما أنا مسؤول على المتعاقدين لأن هذا لتبع السلطة المحلية وهي اللي بتعيد توزيعهم أنا طرحت التحفظ أنا لتقيت بالأخوة المتعاقدين لما لتقيتهم ووضحتهم أنه والله شي طيب أنه نحن في فرع في فرع المكلة ربما الفرع الوحيد وفرع الوحيد قالوا مالله مع السلامة من بخرة لأتي داومون لكن نحن لا يا سلطة المحلية هذة لتبعكم للمتعاقدين ووضعهم على مرافق أخرى بحيث أنه نضمن استمرارية المستحقات المالية حقموا الرواتب أنا مدير الاتصالات في ساعة العضربوت ومسؤول على كلامي الأستاذ صادق مصلح رجل فاضل ومدير عام مؤسسة العامة للاتصالات والكل يشهدوا لبالكلام هذا في نقطة يضن حبا وضحها للآخرين لا يعني أنه كل منهم من المناطق الشمالية قذو حوثي عندنا موظفين من خيرة الموظفين يشهد لهم القاس والداني لا أريد أن يذكر أسماء لكنهم أعمالهم في الشبكة الأرضية الكل يشهد لها قبل كم أشهر عملنا تكريم للمنبرزين واللي بدلوا جهود كبيرة في الاتصالات كرمنا منهم متعاقدين من الفرق هذا اللي يخرجون كرمنا منهم بالصدفة ما كان مخطط له ما كان يخطر ببالنا لأنه والله هذا جنوبي ولا هذا إسمالي كنا كلنا أعمال اتصالات تصرفنا من منطنق ماهن كرمنا متعاقدين أعتقد في حدود عشرة أو تسعة في هذه الحدود من بالصدفة كان منهم متعاقدين وكان منهم من المحافظات الشمالية وكان منهم موظفين رسميين من أبنى الجنوب من أبنى حضراموت ما كان يخطر ببالنا أن تصنيف مذهبي أو تصنيف حزبي أو تصنيف سياسي مثل ما أسلفت لكن نحن نرسل الإشارة حقنا من برج الاتصالات ما نقول لو الله روحي إلى عن فلان ولا روحي إلى عن فلان نبذ إشارة لجميع الناس الإرادات ما ترسلها صنعا معلومة خاطئة جميع الإرادات حق الاتصالات حق المؤسسة عامل الاتصالات ما أكلمك على شركات الأخرى أنا أكلمك على مؤسسة عامة للاتصالات التلفون الثابت والنت هذا تبع المؤسسة عامل الاتصالات إراداتها تبقى داخل حضراموت ما نرسل شيء إلى صنعا تعرف وجاءنا تعمين جاء تعمين من بنك المركزي أنه يمنع تصدير الرسالة الفلوس للإدارة العامة في صنعا وبرضا ما نستلمش من صنعا نحن أمرنا المشامل عندنا نحن نحتاج ما لا يقل عن 15 شخص ما لا يقل طبعا المؤسسة بتعطينا نحن وفقا والنصيب المعتبر بالجمهورية والمحافظة وفقا والاحتياج حقها رفعنا احتياجاتنا أنا أكلمك كمؤسسة عاملة صلاة نطرح موظفين من أبناء حضراموت ما بنسألهم على انتمامهم سياسي شوف أكيد قيادة الشرعية تسعى للفصل لكن هذا عمر معقد يحتاجي وقت توقع أنه لم يبركبها هذه التجهيزات بغتبطة ولكن بكل تأكيد الأخوة في قيادة الشرعية المؤسسة لعملت صلاة في قيادة الشرعية أكيد يشعر هذا كلام كل تأكيد ونحن نمتل التوجيهات ترجمة نانسي قنقر